أشهد أن لا إله إلا الله الإيمان بالقدر محل إجماع عند الأمة من الصحابة فمن بعدهم ولذلك جاءت أحاديث وقصص فمثلا في صيح مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وقال طاووس سمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس الكيس اللي هو ضد العجز النشاط والحذق في الأمور وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى طرح هذا موضوع يتصل بعظمة الله يعني لأن فيها علمه الشامل وإحكامه تعالى للأمور وهيمنته تعالى على مجريات الأحداث والواقع أي شيء يدور في الكون لو نيزك اخترق الأرض غلاف الأرض الجوي لو صار انفجار في مكان ما في الكون لو حدث أي شيء في الأرض زلزال بركان حرب فتنة انتشار مرض جديد كله كله مذابح المسلمين هذه التي تحصل كله القضية ضخمة كبيرة ما يجري على الإنسان فيه شخصه حوادث أمراض فقد مال ولد حبيب كذلك حصول رزق ثروة مجيء أولاد لما الواحد يعرف أن كل شيء مكتوب مقدر ستختلف حياته تماما لما يؤمن بهذا هذا العملية لها فوائد عظيمة يعني ولما ما يكون فيها إيمان ولا إلمام ولا معرفة في خلل عظيم سيكون في حياة الإنسان والكفار ينتحرون وعندهم شبهات وعندهم مصائب يعني مصائب في نفوسهم أشقياء لأنهم ما يؤمنوا بالقضاء لا يقدرهم طيب الإيمان بالقدر يقوم على ماذا يعني ما هو مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل الإسلام أهل السنة في هذا الدين يقوم على أربعة أركان رئيسية العلم الكتابة المشيئة الخلق أربعة أشياء من أقر بها جميعا كان إيمانه بالقضاء والقدر إيمانا كاملا ما النقص واحدة منها اختل إيمانه طبعا الإيمان ليس مجرد المعرفة ممكن واحد يقرأ ويطلع ويعرف لكن لابد يكون مؤمنا بهذا موقنا به مصدقا بذلك ولما تصير مصيبة سيظهر إيمانه بالقضاء والقدر هل هو كان مجرد معرفة قرأناها في المدارس سمعناها أم هو يقين طيب أول واحد الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علمه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جملة وتفصيلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم علم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وأين يولد وأين يموت وهل هو شقي أو سعيد من أهل الجنة ولا من أهل النار وما عمله لذلك شوف الآن يجي واحد يتفلسف من هؤلاء يقول الأطباء يعرفون هو إيش في بطن يا أخي الأطباء إذا عرفوا إذا عرفوا الأطباء إنه ذكروا الأنثى بالألترا ساوند ترى هذا ما يعرفونه إلا بعد مرحلة معينة ما يعرفون قبل الزواج يعرفونه في أول الزواج يعرفونه قبل أن يكون هناك تلقيح للخلية يعرفونه في أول التلقيح يعرفونه مرحلة معينة وبعدين إذا عرفوا إيش يعرفوا يعني الله لما قال ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام بس ذكروا إلى أنثى لا يعلم رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصار من ذلك ولا أكبر إن الله بكل شيء عليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحط بكل شيء علما طيب إذن هذه أول مرحلة أول ركم من أركان الإمام القضاء والقدر وهو علم الله الشامل السابق اثنين الإمام بالكتابة أن الله كتب خلق اللوح وخلق القلم وقال للقلم اكتب اكتب ما هو كائن اكتب فجرى القلم على علم الله شيء رهيب يعني ما الإنسان يفكر فيها كيف خلق الله اللوح خلق الله القلم أمر القلم بالكتابة كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما هو الإمام المبين الكتاب المبين اللوح المحفوظ وقال الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق يعني هذه عملية الكتابة جريان القلم عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة المعلومة وصلتنا من الوحي هذا غيب كيف نتطلع عليه إلا بوحي تب حتى الواحد يعني لماذا أعطينا هذه المعلومة أن كل شيء الآن يحدث مثلا معارك مذابح مآسي تشريد قتل مصايب موت اغتصاب هدم منازل تشريد جراح كل شيء كله كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كم عمري وعمرك يعني في المتوسط إذا عشنا سبعين ثمانين ومن من يموت قبل ذلك ومن من يعمر هذا الذي يحدث في حياة الواحد مننا مكتوب قبل أن نخرق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفرغ منه وفرغ منه جف القلم جف القلم على قضاء لا وقدر خلاص انتهى فرغ منه خسار خسرت ربحت جاك أبولاد مات أولاد حصل لك مصيبة حصل لك نعمة مكتوب من زمان تجزع على إيش حاجة مفروغ منها وخلاص كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم حتى ما تطغى إذا جاك نعمة ولا تجزع إذا صارت لك مصيبة لأن كل شيء هذا منتهي من زمان في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائل إلى الأبد رواه التنمذي وهو حديث صحيح طيب الثالث ما هو الإيمان بالإرادة والمشيئة أن إرادة الله تامة مشيئته نافذة ما أراد كان ما في شيء يحدث بدون إرادته ولا مشيئته كل شيء يصير في العالم الآن كل شيء يصير في العالم الآن في البر في البحر في السماوات في الأرض في عالم الحيوان في عالم الإنسان في عالم الجماد ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا شيء ولا حركة ولا سكنة لا إله إلا الله كأكبر كمبيوتر في العالم إيش يستطيع يجمع من المعلومات بالنسبة إلى الأشياء الدائرة في الكون ما ولا شيء بالنسبة إلى علم الله ولا شيء لما وقف الخضر لما وقف الخضر مع موسى على البحر نظر جاء عصفور في السفينة ونقر نقر نقر في البحر الخضر شوف انتهز الفرصة من هذا المشهد الطبيعي يعني عصفور نقر نقر في البحر لكي يوضح مفهوما قال ما علمي مع أنه الخضر نبي على الراجح وعلمك يعني يا موسى من أولي العزم من الرسل في علم الله إلا كما نقر العصفور من هذا البحر وكل اللي في كمبيوترات العالم شرقا وغربا وكل اللي جمعوا من معلومات ترى يعني يعلمون ظاهر من حياة الدنيا إيش علمهم بالنسبة للعلم الله أكبر كمبيوترات العالم الآن يقولون سجلنا صوت من استدام نجمين ثقبين فضائيين في مدرئ من كذا الآن وصل صوته إلينا ومجسات فضائية سجلت اسمع صوت شيء هذا بالنسبة للكون هذا المترامي الأطراف إيش شيء يعني يسير أنت تستطيع تمسك سماعتين مع بعض تتكلم مع شخصين بنفس التركيز ثلاثة الله يعلم يسمع كل الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات ويعطي هذا ويؤخر هذا ويعوض هذا ويأجل هذا ويعجل لهذا يعني شيء يعني أنت مسلم مؤمن يظهر لك عظمة الله لما تتأمل في موضوع القضاء والقدر على النحو الصحيح لأنه في ناس يلحدون لا إله إلا الله الشيء الثالث الإيمان بالإرادة والمشيئة كما قلنا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة وعلم ما في شيء يحدث أبدا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون رابعا الإيمان بالإيجاد والخلق أن الله يخلق ما قدره يوجده في الواقع قدر حربا يخلقها في الواقع قدر نعمة يوجدها في الواقع قدر مصيبة تحدث يخلقها خلقا الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد حتى أفعال العباد حتى الأشياء غير الاختيارية والأشياء الاختيارية كله وخلق كل شيء فقدره تقديره الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وذاك لما تيجي قضية طيب نحن نحاسب على إيش كل شيء مكتوب بإرادة الله نقول نحاسب على الإرادة التي أعطانا إياها أعطانا اختيارا ولا لا أعطانا إرادة ولا لا حنتحاسب عليها والشيء اللي يتم بدون إرادة منا يعني شيء قهري ما خرص إن الله تجاب الخطأ ونساء وما استكره عليه هذه المراتب الأربعة الشاملة أمر عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر